جملة من الإجراءات المهمة اتخذتها الجهات الحكومية في أربيل لحماية البيئة وتحسينها حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إغلاق المصافي غير القانونية وافتتاح مشاريع تخدم البيئة وحبلات للتشجير وغير ذلك في محاولة للحد من التلوث تم غلق عدد من المصافي وفرض تعليمات على البعض الآخر وشكلت عدد لجان من أقضية مخمور وقشتبة وقضاء المركز وهذه اللجان مستمرة في متابعة عمل هذه المصافي والعمل على إغلاق المصافي الذي تضر البيئة وأيضا قرار آخر حول المولدات الأهلية حيث اللجان المشكلة الدائمية اللجان المولدات الأهلية في المحافظة وفي القائم قامية وأيضا مفارز الشرطة تم البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب المولدات الذين لا يلتزمون بالتعليمات الصادرة من قبل هذه اللجان وهم مصدر إزعاج من خلال إصدار ضجيج وأصوات عالية للمواطنين وأيضا استعمال الوقود السيء أيضا نشطون في المجال البيئي أثنوا على الجهود الحكومية للحد من التلوث مشيرين إلى أهمية تعاون الجميع للحفاظ على البيئة وحمايتها تحرك رائع بإغلاق بعض المصافي الموجودة في أطراف أربيل خصوصا المصافي الغير مرخصة اليوم نتمنى أنه فقط الحكومة هي التي تراقب وهي التي أتمنى أن كل مواطن عندها شعور بالمسؤولية وشعور بالمواطنة بأن يراقب مصادر التلوث ويبلغ عنها ومن هذا المنطلق نتمنى أن يكون عندنا تفعيل للشرطة البيئية مثل ما موجود في كل دول العالم وحتى دول الإقليم هناك الشرطة البيئية التي تراقب مصادر التلوث والتي عندها السلطة أن توقف أو تسجن أو تنفي القانون حماية وتحسين البيئة جدير بالذكر أن الكابينة التأسعة لحكومة إقليم كردستان وضعت ملف حماية البيئة وتنميتها وتعزيز الثقافة البيئية في إطار المعايير الدولية من أولويات برنامجها الذي عملت عليه منذ سنوات عدة من أربيل زينب علي قناة زاكروس